السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم خوتي معنا في هذا الفيديو الجديد للمنتخب الوطني المغربي هو اللقاء أمام منتخب طنزانيا لفترة 13.21 ولكن هو اللقاء الثاني بطبيعة حال بعد لقاء إليتيريا وعيكم في درسنا في طنزانيا بطبيعة حال لقاء صعب صعب جدا للمنتخب الوطني المغربي وكاننا أعتبروا أنه لقاء صعب جدا بضوء بالشيء ثلاثة المرات على اللقاء الإليتيريا يتقال في المغرب ومتخب طنزانيا متطور لديهم اللعب الصومة والدفاع الحساني الجديد وفريق الوداد البيضاوي لديهم اللعب صاماتة والبطولة برجيكية لديهم اللعبين يجبون الخطورة للمنتخب طنزاني بطبيعة حال للمنتخب العربي إضافة للمنتخب طنزاني أنه ضخم عنا في نفس المجموعة الكأس الإفريقية بطبيعة حال أعني ، في تلك برد من المنتخب الطنزاني وهم للمنتخب صورة كبيرة للدفاع ومقابلة طنزانيا تكون مقابلة صعبة ومقابلة صعبة ومقابلة صعبة ومقابلة طنزانيا يمكن أن تقلبوا حتى شكيلة لها نموذجية ممكن قريبا نموذجية لا شيء نبدأ بياسين بونو الحارس لهلال السعودي حارس كبير صراحة حارس تجريبة كبيرة الآن بطبيعة الحال تجريبة كبيرة عندياسين بونو في المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة من الطراز المزيان وهو ياسين بونو من اللاعب الكبار من الحرف الكبار أفوان في العالم بطبيعة الحال حارس كبير يمشون خط دفاعا بدون الكابيتان وغالم سايس لاعب الشباب السعودي الذي اختار أنه يمشي للقليج بطبيعة الحال في الانتقالات الصيفية التي فاتت إذا لا ياسين بونو غالم سايس هذا لاعب أساسي داخل المنظوم بطبيعة تشكيلة من المنتخب الوطني المغربي كبير بطبيعة الحال بونو سايس بلاعب مزياني داخل المنظوم وداخل المنتخب الوطني المغربي كبار صراحة لبونو لا سايس بطبيعة الحال بطبيعة مزيانة تشكيلة المترجم الآن من لاعب المنتزين داخل المنتخب الوطني ولاعب أساسي لا نقاشة لا جدالة في ذلك الأساسية لا تناقش عند اللعب الشرف حكيمي بطبيعة الحال وكي ننصر المزراوي هو اللعب واعد في كل جهة اللي كان درمشناش في اللقاء الباير ميونيك بطبيعة الدول الألمان وحنا عارفين أن المزراوي كان يتريني بوحده بطبيعة الحال المهم الدهي الأيصر ممكن جبره اللعب الآخر ما جبرهش المزراوي بطبيعة جبره يحيى عقية اللعب طريق الويداد المزراوي اللعب صراحة من خيرة اللعبين لاعب كبير صراحة من ركائز الأنسباح المنتخب الوطني المغربي شاهدنا في كأس العالم وخاوة لاعب حتياتي ولكن من ركائز المنتخب الوطني المغربي صراحة يحيى عطية الله لاعب كبير صراحة من نجوم ديال المنتخب الوطني المغربي نعتبره معنا لاعب صراحة من التراز الرافع والكبير اللي ويحيى عطية الله من نجوم ومن ركائز فهذا كان لعب منتخب الوطني المغربي كان يمشيه خط الميدان أسامة العزوزي بطبع الحال أسامة العزوزي لاعب كبير لاعب الكبير من المنزل وطني المغربي لاعب من نجوم الكبار من المنزل وطني المغربي لاعب كبير صراحة ممكن شاهدنا في لقاء ليبيريا و 22 عام و اول مقابلة مع المنتخب و كان صراحة اداء مزيان لعب أوسى بالعزوزي و لكن لا يمكن تحكم على لاعب في لقاء ليبيريا بطبيعة الحال في مدينة ايغادي لحال اللقاء الطنزانية لا يمكن تحكم على لاعب كنت تجمع عليك عزددين اونحي في مدينة او مدينة او لقاء اوكسوبر و ان يصبح طوالة في مدينة او كبير من لاعب الكبير في مدينة كبير والمعربية نتمنى او مدينة او كبير الى 23 عام و يكون تجمع عليهم كنت أتمنى أن يرجع ممكن أن يشوفوا كذلك آمين حاري تلعب أولمبيك مارسيليا في حالوح الأوناحية وفي نفس النادي يلعبوا في أولمبيك مارسيليا وكانت أمنى أنه آمين حاري يأتي للمشاركة المشاركة 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 بسبب إصابة يجب أن يكون هناك لاعبين كبار المنشخة بروطني المغربي وكانت أمنى أن يكون هناك لاعب مزيان في مارسيليا وكانت أمنى أن يكون هناك لاعب مزيان في المنظر أفريقيا لأنه في لائحة شوتنبر كان لديه تنافسية في لائحة أكتوبر جان منتخبة لكن لديه إصابة كيف تطلع معهم مثل كوديفورو ولكن عنده الإصابة لا تشرك بطبيعة الحال لا يلعبش لا أمام كوديفورو ولا أمام منتخب ليبيريا مقابل كوديفورو الذي ينتهز بواحد الواحد ومقابلة ليبيريا الذي يفوزنا بها بثلاثة الصيفر في طبيعة الحال وخام مشي شوية مشي الأداة زعمة كبيرة في هذا شهر أكتوبر للمنتخب الوطني مرحب يمكن كيبق ممكن في مقابل الطازين نرى العاودة في جانب المرحب نرى العاودة من سوفيان بوفال بعد غياب بطبيعة الحال على اللوائح الذي يفتس بسبب الإصابة للاقيحة شوتنبر ولد أكتوبر بسبب الإصابة لديه لعب ريان قطري يمكن لا تداري في حالي سمعتني لاعب صراحة السوفيان بوفال من لعب الركائز المنتخب الوطني المغربي الليبيين لا إمكانيات كبيرة دائما صراحة السوفيان بوفال يقوم بشي حاجة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي اللي صراحة تكون فرنسي من الخيرة اللي عايب ممكن يفاجأ أن الكوتش الرقراقي وعاية اللعب محمد البولديني ويعمله كرأس حاربة ممكن مع محمد البولدين الكاوريس اللي كاسمعوا أنه لاعب مونتاز صراحة ممكن الكوتش الرقراقي يفاجأنا بطبيعة الحالوي ويشرك محمد البولديني كأساسي هذه هي حاجة اللي يمزيانة ممكن لأننا اصلا كان عاني وفي رأس حاربة شنا ما ناداش في شهر أكسو برادة لحمد الله وعلى شديرة بطبيعة الحال ونادي على الكعبي وعلى سوداني نصير بقواده يجرب رؤوس الحاربة بطبيعة الحال وقبل الكأس الفريقية لأن الأشياء العمل كبير الآن الأشياء الثلاث عشر في أكتوبرا مثل الثلاثة عشر والثلاث عشرين يبدأ كأس الفريقية بطبيعة الحال الآن الاشتغال بطبيعة الحال بالحوايج للاجتماع لأن الأشياء الآن لأن الكأس الفريقية تقرب صراحة هسن وقص St-Hu هدف هذه النواة كجمهور لأننا نقي بقاء كأس الفريقية بطبيعة الحال وكانت الجميع عملا مع الرجلاجينيس في نهاية كأس إفريقيا للأوباماتي شكرا للمشاهدة لكم